كده سيد صلاح تلمزوار تنظيم هذا الملتقى يعكس الصورة التي يحظى بها المغرب في النسيج الاقتصادي العالمي طبع عندما ننظر إلى مقام به المغرب في 15 سنة والتحولات الكبرى الإيجابية التي عرفها الاقتصاد المغربي دينامية الاستثمار في بلدنا دور القطاع الحر اليوم دور الدولة في مواكبة القطاع الحر دعم كل ما من شأنه أن يساهم في خلق المبادرات ونحن في حاجة إلى مبادرات لأن بلدنا بلد شاب وبلد شباب ومن منطلق موقعنا هذا ومن طلق قناعاتنا ومن طلق تقافتنا وتقافية لتقافة العسر في استعمال التكنولوجيا لخدمة تطور المجتمع لخدمة التضامن بين الشعوب لخدمة السلم لخدمة التقدم هذه خيارات أساسية وأعتقد بأن كل هذه الخيارات تترجم اليوم عبر هذا المرتقى العالمي إذن المغرب ستنكفوق والمغرب اليوم هو أرضية منفتحة على العالم تنظر إلى العالم والعالم ينظر إليها وهذا ما نعيشه اليوم هو متميز انخراط الولايات المتحدة واختيار الولايات المتحدة للمغرب ليس اعتباطي ومرتبط بأعتراف وإيمان بأن الدينامية التي يعيشها المغرب تحت قيادة جلالة الملك بفعل قناعاته لنضرته إلى المستقبل هي دينامية يجب الاعتراف بها وأحسن طريقة للاعتراف هو عقد مؤتمر من هذا الحجم الذي يحمل اسم أوباما وأوباما نعرف بأنه عبر مقاربته يعمل في اتجاه استعمال هذا يعني التقدم والتطور التكنولوجي والابتكار في خدمة الشعوب إذن هناك ملتقى أو اللقاء ملتقى ما بين قناعة أوباما وقناعة جلالة الملك في نظرتهم إلى العالم في نظرتهم إلى مشاكل العالم وفي نظرتهم إلى أسس تطور المجتمعات واستقرار المجتمعات والسلم وبناء السلم على مستوى العالم سيد صالحة المزوار وزير الخارجي المغربي شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم